أهلا وسهلا فيكم ببدويترايت فيه خوف كتير كبير بالسوق والعالم في كتير عالم عم بيقولوا لحن نفوت ببير ماركت يعني هبوط بالسوق على فترة طويلة اليوم لحظر لكم كيف لازم نتصرف إذا السوق ضلوا هابط وشوهو دليل النجاة كيف بدنا نحمل بورتفوليو تبعنا هو السوق ناظر اشتركوا في القناة وخلينا نبلش أول شي بدنا نحكي فيه هو السوق هابط لازم نعمل نفهم شو عم يصير بالسوق ونفهم الكريبتو شو لازم نعمل شو عم يعمل غيرنا شو عم يعمل الحيثين والمستثمرين الأزقية الشغلة الثانية لازم نحمل بورتفوليو تبعنا بانه نترك بس العملات القوية معنا ما عم لكم بيعوا بخسارة بس فيكم تحولوا قسم من هالعملات لعملات قوية منعرف انه فيها ضايم ببير ماركت لانه في كتير عملات لح تختفي اذا قطع بير ماركت طويل بيبطلوا يشتغلوا على المشروع وبتخسروا كتير مصاريع لازم نحدد شو الهو المعاملات اللي بدنا نفوت فيها تالت شغلة كتير مهمة بهال وقت من السوق هو انه نسقف حالنا نتعلم نسقف حالنا بكتير اشياء من ناحية الجرافز من ناحية المعلومات عن الكريبتو لازم هالشي بيخلينا نفهم اكتر السوق ونطور حالنا بهالوضع هالوضع اخر شي بدي احكي عنه اليوم هو لازم نحتفظ باسم كتير من البورتفوليو بالعملات المسقرة اللي هي الكاش اللي بيقولوا لها كاش هو هن الاربع اشياء اللي بدي احكي عنه اليوم وهو هن الدليل النجاة لحسابكم خلينا نبنج اول شي بسو اكترية الاشخاص هادي عملت لها تويت على بدوية اللي حقوني هناك على تويتر بعمل افديتس اكتر من الفيديو بسو اكترية الاشخاص اللي فاتوا بااخر شي بقولوا لهم السواح او الفومو بفوتوا بااخر طلعة السوق لانو بسمعوا عن الكريبتو ببلش و بفوتوا عادة باشي مقالة قيمة بس لانو بسمعوا عنا كتير و رفقاتهم حكيوا عنا هو اللي ما بيعملوا مصاري اللي بيعمل مصاري هو اللي بيستثمر وقت تكون السوق بالبير ماركت بيكون كتير واطية بيستثمر وقته وبيبلش وبعد فترة من الوقت بنتطلع على المدى البعيد بعد سنة يمكن او سنتين بيقب السوق بشكل كبير هن العالم اللي بيعملوا مصاري بتغير لهم حياتهم لازم نعرف مش انه هلا لانو واطي من خاف كل العالم بتخاف بدا تفوت هو وعالي و بيقولوا يا ريت شتراينا قبل بس وقته يوطه هادا الوقت اللي نشترا بس ما فينا نفوت نشترا على العميانة لها احكي عن الموضوع كيف لازم نشترا بعد شوية هادي اول نقطة تاني نقطة بدنا احكي عنكم منجمع الكريبتوز المشاريع القوية اللي هي مسبتة حالا من وقت اهم مشروعين يعني ما في حدا يهو اهم مشروع هو البيتكوين و زي ما نحكي بمشروعين البيتكوين والإيثيريوم هو اهم مشاريع اللي نفوت فيها لازم يكون اسم كبير من البورفوليو و عملت انا بفيديو تبع البورفوليو ليش اسم كبير بيكون بهذه المشاريع لأن هذه المشاريع ملاح تروح محل بينزل السوق على الاخر و يرجع بيطلع هول المشاريع عندهم سنين و سنين و سنين وراهم في كتير غير مشاريع قوية لانه العازة تبعها بكل ما في حدا يستعمل سمارت شاينز بلا الأوركل اللي هو وكتير بروجيات غير مليحة لديكم تغير قسم من هول ليس ضرورة تكون كارلانا فيكون سولانا فيكون غير بس انتو عملوا دراستكم على العملات القوية انا برأيي هول عملات القوية بس في غير برأيون غير اكثرية البورفوليو لازم يكون بالبيتكون والإيثيريوم بهالسوق هيك بتاخدوا ارباحكم بالبيتكون والإيثيريوم لحتى تحموا حالكم هذه كتير مهمة تعرفوها إذا انتو حملين كوينز مقلة قيمة ما عملكم بيعوا على خسارة بس فيكن تحولون على بيتكون او تحولون على إيثيريوم لانه السوق منه جاهز هلا وقتا يبلش السوق يطلع اول شي عادة يطلع هو البيتكون والإيثيريوم وبعدين الباقي بيلحقوا اول ما يطلعوا فيكن ترجعوا تحولوا على هالعملات الصغيرة اللي انتو حبينا بس لتحموا حالكم وتحموا الحسابكم لازم تحطوا بالعملات القوية اللي بتضاين بسوق واطع سنين بالتالت نقطة بدي أحكيكم عننا لازم نسقف حالنا بهالوقت هو أفضل وقت لنسقف حالنا بالكريبتو نحنا ككل اكتر شي بيتعلمه هو وقت السوق نازل مش هو السوق طالع هو السوق طالع بيلحق العالم كنا نلحق العالم كله أول ما فرتنا على الكريبتو وقت السوق يبلش ينزل هيدا الوقت اللي لازم نعلم حالنا بدنا ندرس مختلف أنواع العملات ووظائفها بدنا نفهم ما هو تمويل المركزة بدنا نفهم ما هو العقود الزكية ما هي أهميتها لها التكنولوجيا ولماذا أنا ببولش عليها كثير ما هو الانفتي بدنا نفهم أنواع العملات المختلفة ووظائفها بدنا نفهم بعد ذلك وقت السوق لم يتمع التحرك بميوته أحسن وقت تدرسه التالي تعلموا كيف تحلل الرسوم البيانية يعني تحللوا الـ أنا أريد أن أعطيكم مثل لأنكم بميشتروا كيف تشتروا هذا البيتكوين ويكلي على الجمعة يظهر على المدى البعيد كل شمعة من هنا هي على الجمعة الآن البيتكوين هنا أنا حيثت نحط أهداف لنا الأهداف أنا حيثتهم هذا الهدف اللي هون حطه هو أوطى نقطة وصلة السرع يلي هو تقريبا 33-32-33 ألف لهذا نقطة الـ4 ألف هاتين النقطة أنا هون بشتري شوي حيثت مسلس إذا ملاحظين ونشتري هذه كانت أوطى نقطة تقريبا سنة الماضي وصلت لـ28 ألف كمان حطت مركز هون لأنه ما يكون مركز ما حالا بيعرف السوق إذا سينزل ولا يتلعب بأي وقت بس الماكرو إيقونومي الاقتصاد العالمي وضعه مقلقى زمنه منيح يعني في عنا أمر كتير يصير فيه ركود اقتصادي عالمي ومعقول ننزل لهون ومعقول نوصل لهون ونقب يعني ما فيني أنا أنتر كل الـ all the way هون لتوصل لتحت يفيت أب أكتر سأنا بحط هدف هون مثلا حسبوا أنتو معكم بتكونوا تستسمروا ألف دولار أو خمسمائة دولار يلي هي بتحطوا هون عشرة بالمئة هون عشرين بالمئة هون ثلاثين بالمئة هون أربعين بالمئة عكل هدف بتحطوا نسبة معينة إذا أب من ساعتها تطلوها بالعملات اللي بتقيمنوا فيها أقيد العملات القوية إذا نزل لهون وقاب بتكونوا أنتو شتريتوا على القليلة شوي نزل لهون شتريتوا أكتر نزل لهون شتريتوا أكتر بكتير يعني هي بيقولوا لها دولار ما بتفوتوا all in ما بتشتروا كل شي بوقتها لأنه باي the dip باي the dip كل ما يوط تشتروا بتحطوا أهداف منطقية في أسباب في تحليل وراها هي بلشان هيك أنا مثلكم المثلس هون يعني هون أقل أعلى بتصير توسع 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 رأيتكم بهالم موضوع مثلا آخر نقطة هون أنا حتى ما برأي لأحصل أنا لأحصل لهون بس ليه أسباب هايدي أعلى نقطة بالبول ماركت القديم يلي هو 20,000 كانت تقريبا يلي هو صار هون ونفسه بنتأكد منه كمان صار هالإشياء بدكم تعرفوها علموا حالكم كيف تقرؤ الجراف هايدي هالثاني شغلة وقت إليك سقف نفسك ثالث شغلة تعلم عن الميتا و play to earn كيف الميتا و اللعب لكسب المال يعني في عالم كتير تلعبوا ألعاب أون لان في عندكم أشياء حتى ما تلعبوا ألعاب في اشياء مثل step-in step-in nft او تفوتوا على هاللعبة وإذا تمشوا بتعملوا انتم مصاري بس إذا تمشوا بتدوروا هالأبليكيشن على تليفون كن وبتمشوا بتعملوا مصاري أكيد بتكون تشتروا nft اول مرة بس هايدي الطرق بتعمل فيها مصاري انت وقاعد بس تعلموا عنها بتكون تدرسوا عنها في ألعاب كتير في ألعاب كتير ألعاب ما في فوت فيها كدلا بس في كتير ألعاب في كتير ألعاب تلعبوها وبتعملوا بتعملوا مصاري خلالها سقفوا حالكم على هالأشياء آخر شغلي اللي أنا كتير كبير عليه أنا بيقول دي فاي دي جن هو التمويل اللامركزي أنا كتير متعمق بالتمويل اللامركزي هو بطريقة أنا كبيرة الفوائد بشكل كتير كبير وهي دي بتخلي كون أنا بحكي في أيام بين 5 حيالله محل بين 30% ل 200-300 وأكتر بكتير حسب نسبة الخطور رضي كنت اخذوها في خطورة أكيد في خطورة شوية في العقود الزكية وهالأشياء بس تعلمون في أشياء كتير آمنة فيهم وكتير إلا زمان فيهم وبعلم بدي أعمل فيديو خاص عن التنويل للمركز الذي أعلم كم إياها هذه الشغلة الثانية يجب أن نسقف حال ونبدأ نستعمل حرام يعني أنتو كريبتو عندكم لم يجعلون يشتغلوا كرمالكم أنا حياتة الكريبتو صحيح المارجت ينزل بس أنا بعمل يزيد عدد الكريبتو بس لأني نستعمل ديفاي وستعمل هالإشياء عم نستعمل بلاي تو ارن بدنا نحتفظ بقسم كثير من العملات من حسابنا بالعملات المستقرية اللي هو الكاش أنا برأيي لازم يكون هلأ لحد الأدنى عندكم 25% بالكاش أو هو طالع سوق حتى من قبل لازم تبلش وتحط دايما بالبرفوليو تبع نسبة 25% وحضروا حالكم كيف نعمل كاش نشد نشد أنا أقول كيف أول شغلة ناخد أرباح إذا اشترينا كريبتو اشترينا مثلا اللون هو كان حق 20 دولار واللون صار 80 أو 40 أو 50 دولار خذوا الاستثمار الأساسي تبع انظروا براته وتركوا البيئة يلعب هذا تحط كاش لبعدين مش وتشتركوا ضغرة تاخدوا أرباح وتضعوا للبير ماركت هذا يعملوا قاعدة لكم بالاستثمار للمدى البعيد الشغلة الثانية عملاتكم السابتة هو الكاش الذي لديكم على Binance أو شي هكذا يمكنكم تضعوا UST على Anchor Protocol ضمن DeFi يتضعوا تقريبا 20% وطول 18% فوائد إذا 1000 دولار 18-180 دولار في السنة وانتو قاعدين بركفتنا على فترة طويلة هكذا يزيدون لكم قيمة عملتكم وانتو قاعدين فوائد لا تتركوها بالتوكن ديفا خذوا نصف حولوها لكاش ويصبح قاعدة بالكاش الباقي أرباح يعني كل فترة خذوا نصف الأرباح وضعوهم بالكاش الباقي تركوه عادئ هؤلاء من أرباح اللي عم يطلعون لك من الفوائد بس ما عملكون إيمون العملة اللي عملكون لستيكين أو ديفا بس الأرباح وضعوهم بكاش أنا هكذا أترك دائما معي لوقت يوط السلوء أكثر يمكن أشتري هل بالإستنتاج كل العالم تحب تشتري كريبتو بسعر رخيص بس وقت يوصل لسعر رخيص كل تخاف أو ما يكون مصاري لأن لأن لدينا محضرة استراتيجية لتحمي حالها نريح نغير طريقة تفكيرنا لنغير حياتنا القرار لكم أنتو فيكم تعملوا هالشي إن شاء الله انبسطوا بهالفيديو وأننا هعملكم فيديو خاص بالديفاي لابلش فسلك عن الديفاي وكيف تستفيدوا منه بتكون تعطوني شي جمعة لحضره بس إن شاء الله انبسطوا بهالفيديو وأنا بشوف كريبا